السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في فيديو جديد اليوم ان شاء الله سوف نرى اختلال التوازل بيئي لديزي كيلي بخ ايكولوجيك سوف نبدأ بأتساءل وأفترض مرة قصة سحبة أبي بقرب بحيرة قريتي واندهشة لحالها المزري فسأل أبا ماذا حدث لبحيرتنا إذا لاحظوا مثلا عندي هنا بحيرة متضهورة ضاية عوى في أكتوبر 2015 شوفو نفس الضاية في ماي 2019 إذا تراجع كبير بالنسبة المياه البحيرة حتى الغطاء النباتي إذا لاحظوا معي حتى بدك يبالينا الوحل اللي كان في البحيرة إذا هنا التساؤل الذي سنطرحه إذا كيف يتم إذا اختلال التوازل البيئي أو كيف يكون اختلال التوازل البيئي أو كيف يختل التوازل البيئي كيف يختل التوازل البيئي كيف يختل التوازل البيئي بطبيعة الحال نضروا على اختلال التوازل البيئي فأكيد كان أحداث طبيعية وكان أحداث أنشطة بشرية كان أحداث لهم من عند الله مثلا حارق مثلا بوركان مثلا فيضان أعصار زلزال لتغيير مثلا من المغفور الجديد هذه المنطقة هذه يعني أنشطة أو أحداث طبيعية ما عندنا ما نديرو فيهم ولكن كان هناك أنشطة بشرية تؤدي إلى اختلال التوازل البيئي مثلا صيد الجائر إذا مثلا اجتيتات الأشجر قطع الأشجر الرعي الجائر إذا سوف نشوفهم في ناشطة المواردة ناشطة الأول سوف نبدأ بهذه الأحداث الطبيعية إذا لدينا التصح مظهر من مظاهر اختلال التوازل البيئي نتيجة التغييرات المناخية إذا ارتفاع درجة الحرارة انخفاض تساقطات المطارية زحف الرمال التي تؤدي إلى تحول أراضي الزراعية التي كانت خسما إلى أراضي غير صالحة للزراع لدينا الحرائق لذلك تنشأ إجمالا من تلقائي نفسها تكون درجة الحرارة مرتفعة وكتكون فيها كمية كبيرة من النبات سريع الاشتعال مما يؤدي لنفوق الحيوانات تيموتو تلوت الهواء تكون أكسيد الكربون لأنه يمتع البيعات لأنه من نواتج الاحتراق وارتفاع درجة الحرارة وهجرة الحيوانات وعندنا الجفاف لا سيشخاس وهو سبب أيضا من أسبب اختلال التوازل يؤدي إلى ضمار الغطاء النباتي لاحظوا مع الأرض ويلحق ضرر كبير بحيوانات التي تعيش في هذا الوسط أكيد الحيوانات التي تعيش في هذا الوسط إما ستموت إذن أحدد نوعي هذه الظواهر أهي طبيعية أم بفعل الإنسان إذن بطبيعة الحال هذه الظواهر كلهم ضواهر ليس بفعل الإنسان إذن أبين كيف يؤثر التصحر على التوازن البيئي إذن التصحر يؤدي إلى اختلال التوازن البيئي تحول أراضي الزراعية إلى أراضي غير صالحة إذن تراجع الغطاء النباتي الجفاف كذلك يؤدي إلى ضمار الغطاء النباتي هجرة الحيوانات الحارق يؤدي إلى تلوث الهواء نفوق الحيوانات هجرة الحيوانات ارتفاع درجة الحرارة إذن هذو كلهم تأثيرات هذه العوامل العوامل التصحر الجفاف الحرائق التي تنشأ من تلقاء نفسها لا الحرائق ناتجة عن حرارة مرتفعة وكمية من النباتات سريعة الاشتعال أذكر عمامل طبيعية أخرى تخلوا بالتوازن البيئي إذن عندي الأعاصير عندي البراكين كذلك الفيضانات إلى أخرى سنرى الأنشطة المتعلقة بالإنسان إذن الأنشطة التي تؤدي إلى اختلال التوازن البيئي الأنشطة الإنسانية اجتتاد الغابات الديبوازمون إذن هذا النشاط بشري يؤدي إلى اختلال التوازن البيئي بحيث تزداد نسبة تنايكسل الكربون في الهواء علاش لأن النباتات يستعملوا تنايكسل الكربون في عملية تركيب ضوئي الضوئي فهذا تنايكسل الكربون ستزيد ستزيد الاحتباس الحراري ستزيد الحرارة الكوكب ستفقد المسكن والغذاء ستموت حتى تنوع البيوروجي الحيواني ستزيد نحن النوع طول الدول ستزيد سترد الترب و المخ porque الوغطاء النباتي السيhythm ستوجد الحيواني في Imagine نستطيع أنواع الحيوانات بكمية كبيرة لا تحترموش الراحة البيولوجية لكي يتوالدون ويتكاثرون لكي يتضاعف العددهم ويتكاثرون حتى لصيدنا كميات لا تحترموش على الماء والزوسيون ويأدي إلى تقليل عددها والقضائي على بعض أنواعها الانقراض بصفة عامة إذن أصنف هذه الظواهر الطبيعية أو أنشرة بشرية بيانسور هادو كل هوم يعني أنشطة بشرية وبين كيف أن قطع الأشجار والصيد والرعي الجائر عوامل تخلي بالتوازل البيئي علش لأنهم كتأدي يعني ارتفاع نسبتنا يكسل الكربون زيادة الاحتباس الحراري تدهور الغطاء النباتي وكذلك القضاء على التنوع البيولوجي أذكر أنشطة أخرى إذن تخلوا بالتوازل البيئي إذن بالنسبة للأنشطة الأخرى التي تخلوا بالتوازل البيئي عندنا كذلك القنص إذن القنص ديال بعض الحيوانات يعني المعرضة للإنقراض عندنا الحرائق المفتعلة قدرة الحرائق أن نقوم بتتعلق من تلقاء نفسها قطع الأشجار شفناه قطع الأشجار كذلك التوسع العمراني على حساب الأراضي الزراعية إذن نقدرون نزيدوه التوسع العمراني كنقطعو الأشجار باش نبنيو العمارات إذن التوسع العمراني على حساب الأراضي الزراعية إلى آخرين إذن غدي نشوفو خلاصة ديال الدرس لطبيعة الحال خلاصة بشكل يعني مختصر يحدث الاختلال في توازن وسط البيئي نتيجة تدخل بعض العوامل تكون طبيعية كالتصحر الجفاف أو عوامل مصدر وأنشطة الإنسان كقطع الأشجار والصيد الجائر لذيكيليب إيكولوجيك فهو ريزيطي دي لأكسين دي فنومين ناتورال بحال ديزارتفكاشن والسيشرس أو دي لأكسين دولار بحال ديبوازمان سرپاتوراش أتساط الأراضي الزراعية إلى أراضي غير صليحة للزراع نعم هذه جملة صحيحة سنقلوها بالنسبة لجاوبة للسؤال يتيم تسجل مناطق التي تتدهور أشجارها أو تشتد لا هذا العكس تماما يزداد الإقبل على القنص والصيد الجائرين نعم صحيح ثم ارتفاع مستوى التصحر صحيح نعم هذه جملة صحيحة للتنين تصحر بالفرنسي تصحر هي ديزارتيفيكاسيون ديزارتيفيكاسيون هذي هم الأجباب الخاصة بهالدرس نتلقى إن شاء الله في الفيديو الجي المحافظة على التوازن البي يكونوا في الموعيد إلى اللقاء